إلينا سيدة كورنيليا ماير وهي الرئيس التنفيذي ورئيسة مجلس إدارة في ماير ريسورسز مرحبا بك سيدة كورنيليا النفط يواصل الارتفاعات هل ما زال الدعم المباشر هي المخاوف من ضعف الإمدادات والقرار السعودي الروسي في أوبيك بلس بغض النظر عن الطلب ومدى تأثير الطلب نحن أمام مزيج من الأمرين فمن جهة لدينا القرار السعودي الروسي بتمديد الخفط بمليون برميل وثلاثمائة ألف برميل على التوالي بين البلدين حتى نهاية العام وهذا كان أمرا غير متوقع والأسواق دائما تتفاعل بقوة مع الأمور غير المتوقعة عندما تحصل ومن جهة أخرى هناك طلب قوي من الولايات المتحدة وهناك طلب على وقود الطيران يصل إلى مستويات مرتفعة وهناك الصين التي ليست بالوضع الجيد الذي كان متوقعا وإن كان وضعها يتحسن وبالتالي لدينا طلب حقيقي يتزايد وأوبك على سبيل المثال تقول أننا أمام وضع سيكون الطلب فيه في ربع الثالث بحدود المائة وثلاثة ملايين برميل يوميا وهو أعلى مستوى نصل إليه على الإطلاق مرحبا بك سيدة كورنيليا هل سنعود إلى الثنائية ما بين أرقام التضخم وارتفاع أسعار النفط باعتبار أننا رأينا يوم أمس أرقام الـ CBI في الولايات المتحدة بـ 3.7 خلال شهر أغسطس وأيضا الآن نرى برينت فوق مستويات 93 دولار نعم هذا صحيح تماما ورقم التضخم العام أو الرئيسي سيتأثر فالتضخم العام يتأثر بأسعار الغذاء والطاقة أما التضخم الأساسي فيستبعد أسعار الغذاء والطاقة التضخم العام مؤشر أسعار المستالكين الذي يراقبه الناس سيتأثر نتيجة لذلك وهذا الأمر سيقلق البنوك المركزية التي كانت تأمل أن تتمكن من كبح جماح التضخم دون الإطرار إلى رفع الفائدة وإذا نظرنا إلى البنوك المركزية سواء في أمريكا أو أوروبا أو الدول الأخرى هي لديها مستهدف عند 2% للتضخم وعندما يرتفع التضخم فوق هذا المستوى فالأداة التي يمكن استعمالها في تلك الحالة هي الفائدة سيدة كورنيليا في ظل هذه المعطيات والتي ذكرتها في معرض حديثك هل ترى أن النفط حاليا قياسا على هذه المعطيات الآنية وصل إلى مرحلة من التشبع وربما يراوح في هذه النطاقات وأي نطاقات تتوقعين خلال فترة القصيرة القادمة الأمر سيتوقف على ما سيحصل في الطلب إذا ارتفع الطلب وإذا كان بالقوى التي تعتقدها أوبيك فسيحصل ارتفاع في السعر لكن يجب أن لا ننسى ما قاله الأمير عبد العزيز بن سلمان وهو القائد الفعلي لأوبيك إلى جانب روسيا التي تقود إلى مع سعودية أوبيك بلس هما قالوا إنهما يستطيعان إدخال التعديلات وأتوقع للمملكة أن تدخل تعديلات إذا تغير وضع السوق واستدعى ذلك وبالتالي الخفط بمليون برميل يوميا ناتج عن أننا لا نعلم إلى أين تتجه الصين ودعنا لا ننسى أنك إذا كنت مكان السعودية وروسيا فلديك زبونان هامان هما الصين والهند وإذا كنت تخشى بخصوص الوضع الاقتصادي في أكبر مستورد لديك أي صين فساعتها يجب أن تتوخى الحذر وأن تتمتع بالحيطة برأيك الشخصي هل من الممكن أن نرى رقما من ثلاثة خانات بالنسبة لأسعار النفط قبل نهاية هذا العام الأمر يتوقف على شكل الطلب وحركته أنا حذرة فيما يتعلق بالتنبؤ بأسعار النفط فهي ترتفع أو تنخفض أو تسير ضمن نطاق عرضي وبالتالي أنا حذرة لكن يمكنني القول أن لدينا وضعا قويا في السوق حاليا وهناك مجال للارتفاع ما لم يحصل شيء لدى أوبيك أو في جانب الطلب طيب سيدة كورنيليا بالنسبة للعلاقة بين النفط ومؤشر الدولار يعني مؤشر الدولار حاليا على ارتفاعاتنا على منعاقة عكسية بين الاثنين كيف تقرأين حركة النفط وتأثروا بمؤشر الدولار والوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة وسياسة الفيدرالي الأمر يتوقف على ما سيفعله الفيدرالي وسنراقب إلى أين سيسير الفيدرالي نظرا لما يحصل من ارتفاع في أسعار النفط وتأثير ذلك على التضخم ولكن حاليا لدينا اداء اقتصادي جيد في أمريكا وهذا يدعم الدولار ولدينا أيضا عجز في سوق النفط وهذا الأمر يدعم أسعار النفط وبالتالي العلاقة العكسية في الوقت الحاضر قائمة طالما أننا في الوضع الحالي ماذا عن هوامش التكرير؟ هل تعتقدين بعد ارتفاع الأسعار لهذه المستويات؟ أن يكون هناك هدوءا بالنسبة لهوامش تكرير النفط خصوصا في آسيا؟ هوامش التكرير قد ترتفع لكن هوامش التكرير حاليا ترتبط بوضع العرض والطلب وهذا يؤثر عليها إذن حاليا هوامش التكرير قوية وهي ستظل عند المستوى الحالي ونحن يجب أن نرى ما الذي سيحصل في الشهر المقبل لنرى إلى أين ستثير الأمور طيب سيدة كورنيليا الرهانات كانت على ارتفاع الطلب من الصين لكن كل إشارات القادمة في الفترة الأخيرة ليست إشارات إيجابية حتى يعني ليس بضرورة نقولها سلبية لكن الآن ربما الرهان كما ذكرته هو على الاقتصاد الأمريكي هل ترى أن الطلب في الولايات المتحدة سيتانامة في ضل البيانات التي صدرت يوم أمس ارتفاع واردات الولايات المتحدة إلى مليونين وستمائة وخمسين ألف برميل خلال هذه الفترة نعم سيحصل نمو ولكن نحن خرجنا للتو من موسم العطلات والطلب يكون مرتفعا إلى الموسم العطلات موسم العطلات انتهى وهذا سيخفف الطلب قليلا لكن الناس يسافرون من جديد وبالتالي هناك طلب على وقود الطيران وهناك عطلة عيد الشكر في أمريكا وهي تشمل الكثير من السفر وبالتالي الطلب مرتفع وكما تقولون لا نعلم إلى أين ستصير الصين انظر إلى القطاع العقاري في أمريكا والمؤشرات الصادرة من الصين هي لا تعطي إشارات تدعو للثقة وبالنسبة للمملكة العربية السعودية وروسيا هذه عوامل مهمة فهذه سوق كبيرة بالنسبة لهما أليس كذلك؟ بلا شك أن الاقتصاد الأمريكي ووضع التضخم هناك يؤثر على أسعار النفط كذلك ووضع الاقتصاد الصين بالإضافة إلى القرارات كما ذكرت قرارات أوبيك بلس في هذا الموضوع سيدة كورنيلا ماير الرئيس التنفيذية ورئيس مجلس إدارة في ماير ريسورسز كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك